واحدة من أهم القضايا التي رأيه الآن وهي مظاهرات الطلابية في طلبة الطب هذه كانت في السعيدة في سعيدة اعتدوا عليهم نظن في حتى من صور من المعتدين ما تنسوش باش توضعوا هالصور متع هؤلاء المسلمين الذين اعتدون على الطلبة مهم جدا الآن الناس عندها كل تليفونات ونظن الناس الانترنت موجودة إلى آخر فصوروا هذه الحالات لأن هذه المجرمين إن شاء الله ما زالت تقوم دولة الشعب ويتحاسبوا بإذن الله هذه كانت في سيدي بن عباس وهذه كانت في قسنطينة وهذه كانت في تيدي وزو وهذه كانت في سطيف وهذه كانت أنا هنا اعتداءات على طلبة الطب في السعيدة إذن في أغلبية الحقيقة أغلبية الكليات أين يوجد كليات طب طيب تقريبا فعلت المستوى التراب الوطني كلها كانت في احتجاجات ومظاهرات ورفض للحلول التي تقدمت بها ما يسمى بالوزارة والحقيقة أن رفضهم كان منطقيا وحسنا فعلوا إذ رفضوا عرفوا أنها تلاعبات عرفوا بأن المطالب الرئيسية ما جاوبوش عليها الوزارة ما أعطاتي حتى وعود بالنسبة المطالب الرئيسية والمطالب لنص نص متلاعبة فيها ولم يتفقوا ربما إلا أو لم يوافقوا إلا على شيء واحد فإجمالا لكن ما هي ربما الإنسان يقول ما هي أهم هذه المطالب أعطي لكم ما هي أهم هذه المطالب تتبعتنا المطالب هذه فوجدتها ملخصة في مجموعة نقاط خلينا نقول لكم عليها طبعا أولا هذه المظاهرات رحي عندها الآن حوالي أسبوعين أو أكثر والموضوع الأول تحسين جودة التكوين الطبي يشتكي الطلبة من نقص في البنية التحتية التعليمية خاصة مع زيادة عدد الملحقات الجامعية دون توفير ما يكفي من أساتذاء وإمكانيات تعليمية العمر الثاني زيادة المنح الدراسية يعاني الطلاب من تدني قيمة المنح التي لا تتناسب مع احتياجاتهم خاصة خلال فترة التدريب عمل تربصي فتح المناصب الوظيفية هناك نقص حاد في فرص التوظيف للأطباء المتخرجين مما يزيد من معدلات البطالة بين الأطباء الجدد الآن أصلاً ركاين عدد هائل ربما نعسبهم بعشرات الألاف بدون من أطباء دونتيست فارماسيست إلى آخره ربما بعشرات الألاف بدون شعور إذن يريدون مناسب وظيفية وهو الطلاب يعرفون أن اللي قبلهم لم يرامش في وظائف فمعناهم مراحين أيضاً بش يشدوا الحيوط ووقف تجميد المصادقة على الشهادات هذا مهم جداً أيضاً فحيث أن العصابة الحكم تمنع جمدت المصادقة على الشهادات وهذا يمنع ما أعطوهم أماكن بش يشتغلوا في البلاد ما خلوهم يخرجوا قال لك هذا يغادروا البلاد إلى آخرين وفروا العمل في الداخل لا يعقل أنك تمنعوا من العمل في الداخل أو لا تجد له فرصة عمل حقيقية رغم الظروف المتدنية ينتعى العمل، شروط العمل، ظروف العمل عجر إلى آخرين ومع ذلك ما تتقلوا شي أعمل ثم تمنعوا من الخروج أن يبحثوا على خبزه وعلى رزقه في مكان آخر لا يعقل هذا هذا ظلم عظيم ما هي الحلول لهذا الموضوع؟ أخوانا الطالبة هذون أكيد أنه كانوا منهم الحركيين هم شعب جزائري انتفض لأن المشاكل القطاعية هذه عندما تحل القضية الكبرى عندما تحل قضية إدارة الشأن العام ويصبح إدارة الشأن العام إدارة فيها عقلانية فيها منهجية فيها شفافية فيها مهنية فيها الأشخاص الذين يعرفون الشأن وإدارة هذا الشأن عندما يكون هذا في دولة مدنية يقدم فيها الجنرالات على العمل العسكري وعلى الصناعات العسكرية وعلى إدارة الشأن العسكري وليس على التدخل الشأن المدني في هذه الحالة تتحل المشاكل أو تبدأ في إطار الحل وما فيش مشكل لا يحل ما فيش مشكل لا يحل قد يأخذ وقتاً لكن ما فيش مشكل لا يحل عندما تكون هناك إدارة حكومية إدارة عامة دولة يعني نظام حكم يمشي وفق القواعد العلمية العالمية المتعارف عليها في إدارة الشأن العام ويأتي من رحم الشعب في هذه الحالة فقط لهذه المشاكل تصبح مشاكل جزئية أصلاً هذه المشاكل ما تكونش لأن الوزير لما في دولة مدنية حقيقية من خيارات الشعب يجي الوزير اللي هو يعرف الشأن الشأن الطلابي عايشه شافه يعرفه مهني عنده شفافية عنده قدرة على الإدارة عنده قدرة على اختيار مساعده إلى آخره وهذا بالنسبة للنقل وبالنسبة للتعليم المتوسط والابتدائي والثنوي وبالنسبة للإدارة بالنسبة للشرطة بالنسبة لكل مكان لكل القطاعات بالنسبة للعدالة بالنسبة للصناعة الفلاحة التجارة أما في دولة العصابات فإن الوزراء وكبار المسؤولين بما فيهم وعلى رأسهم وما يسمى بالرئيس جابتهم المافيا العسكرية قل لي من يأتي بك إلى الحكم أقول لك في خدمة من ستكون هذه المافيا الموجودة هي في خدمة كبار أقطاب الحكم العسكري وفي خدمة أنفسهم وفي خدمة الوكيل الخارجي الذي يساعدهم على البقاء في السلطة سمعنا قال لك تبريكات شفنا من قبل قليل قال هذا اللي يبعثي الرسالة إلى الوزير يهجموه فيها ويقولون ما شفش التبريكات اللي جات للتبون منين جات هذه التبريكات جات من عند رؤساء الدول والملوك صحيح جات نعم جات لأنهم يريدون هم يعرفون أن التبون مزور ويعرفون أن الانتخابات كانت فضيحة عالمية وشفوها يعني ما كانش حتى لازم نقول لهم عليها إحنا يعني شافوا أن النظام غرق في كاسما لكن لماذا يباركون هذا الحكم لأنه يدفع الجزية لأنه يقدم الخدمات يتنازل عن مصالح استراتيجية يقدم لهم عقود مجزية لشركاتهم يسمح لهم بالمرور على الأجواء بالدخول إلى الموانئ بالتزود بالبترول والديزل والكروزان بدون منقفلوس حتى جنودهم لم يدخلوا الموانئ إلى آخر الدوم إلى المراقص والملاهي وين يجدوا نظام مثل هذا؟ أما نظام من رحم الشعب فهو يغير كثيرا في العلاقات الدولية يفرض الشروط التي يريدها الشعب وليس عصابة تعرف أن ما عنده الشرعية الداخلية فتلجأ إلى الجهة الخارجية نحن نحكم في الحقيقة أغلبية دول المنطقة العربية لكن عندنا باش برك ما يبقوش يلعبوها إلى آخره ليسوا أكثر من وكلاء للقوى الخارجية ليسوا أكثر من وكلاء للقوى الخارجية يقدمون لها مش معناش تبوني يقول لك السمع والطاع الأمم المتحدة من هي الأمم المتحدة؟ هي مجلس الأمن هما الخمسة الكبار قالها بلسانه وما خفي أعظم ما دام نظام الحكم ليس من رحم الشعب ليس من البلاد من أبناء البلاد بمعنى هم اللي اختاروه فستبقى كل القضايا فيها كوارث في قطاع السكن في قطاع التعليم في قطاع المساكن الطلبة في قطاع التربية في قطاع التجارة في قطاع الفلاحة في قطاع الصناعة أي قطاع دائما ستكون هناك كوارث يودي رهي مع الدولة المدنية ومش أكيد أنك تحل أنك تجد دائما الناس القادرة فما بالك في دولة الطغمة العسكرية مع الدولة المدنية ولازم تكون هناك مراقبة شعبية مراقبة مجتمع مدني حقيقي مراقبة نقابات حقيقية مراقبة أحزاب حقيقية وليس هذا الكرتون اللي رهي موجود الآن إذن بالنسبة لإخواننا الطلبة ديروا في بالكم حجم لح هذه العصابة خاف ما تحشمش قاعدة اللولة قاعدة الثانية وعودها فراغ ما تاخدوش الوعود نريد أفعال لا أقوال قاعدة الثالثة تعلموا من تجاربكم زملائكم اللي تظاهروا في 2018 خرجوا ضربوهم بلع صوت تتذكرون أنتم ذلك تتذكرون ما حدث في مصفى باشر على سبيل المثال اللي كانوا جماعة سنة رابعة أساسي أو حتى ترمينال يضربوا في باك بلس ناف و بلس ديس و بلس ويت و بلس سات إلى آخره وبطريقة خشنة وبعدين ديروا في بالكم باللي حتى كنت تحل مشكلتك في الجامعة حلّت مشكلة التكوين حلّت مشكلة لابورت حلّت مشكلة التوظيف حلّت مشكلة أخرى مشكل الطرق مشكل السيارات اللي مكانش مشكل لادروغ لي مالية البلاد مشكل التفقير التجويع راي المشكلة أعمق من قطاع هنا أو هناك مع ذلك من حقكم ولكن خاصة ما تسلموش أمركم لما يسمى بالنقابات الطلابية لم تعود نقابات طلابية قد تجد فيها شخص أو شخصين أو ثلاثة لبس بيهم لكن أغلبية النقابات الطلابية هذه راهي مركز من مراكز الشر مركز من مراكز العمالة للمخابرات الإرهابية مركز من مراكز الفساد والآن وصلوا هذه النقابات الطلابية وصلوا ولو يضعوا الأساتذاء يعني تجد يعني بعضهم راهوا في الجامعة يشتغلك راهوا في حظانة الجامعة يعني كأنه بيبي في حظانة أقسام الحظانة كاي اللي تلقى من هذا ما يسمى من منظمات طلابية عنده عشر سنين في الجامعة اثنى عشر سنة اربعة عشر سنة شاب هو راه مازال ثم في الجامعة علش؟ يعني فيها اللهو والزهو والمال والسرقات والضغط على الإدارة والضغط كثير من الضغوطات اللي يقوموا بها على الإدارة لأن الإدارة فاسدة هما أفسد وذركوا الله وصلوا إلى أنهم يضعوا بعضهم بعد ما جاب ما نشعر في ماجستير أغلبيتهم يجيبوها بالطرافيك ويجيبوها بالضغط على الأساتذة إذا كانت أساتذة جيدين يولوهم أساتذة داخل هذه الجامعات فأصبحوا ليس عندهم نفوذ فقط عند الطلاب حتى داخل الأساتذة لذلك يتنحى وقع راه مهيش نابعة من فراخ عندما تأتي دولة الشعب بإذن الله يتم الإيطاحة بكل هؤلاء الفسد المفسدين وإقامة نقابات طلبية حقيقية بعيدة عن الاستخدام السياسي والاستخدام الحزبي والاستخدام المخابراتي فاخدم الطلبة وهدفها هو الطلبة ويكون هذا واضح والذي يخرج على الطريق كي ينعدالة مستقلة وكي ينعد إعلام حر إلى آخرها استمروا ما استطعتم وأنا رغم بعضكم يرسلني رسلوني فيما تريدون سأنقل صوتكم أعرف أن هناك أصوات قليلة جداً تتحدث عنكم أعرف أن ما يسمى بالإعلام في الداخل ليس أكثر من أبواق للعصابات لا يتحدث عنكم أو يتحدث عنكم بطريقة كاذبة حاولوا من حين لآخر تحاصروا هذه الجرائد أو هذه التلفزيونات التي تكذب عليكم لأنهم يخافوا وما يحشموش ورأي أن تصعدوا مع هذه العصابات كلما صعدتم معهم سيقبلون وسيتراجعون إذا شافوكم أو قسموكم أو شافوكم ما كنش حازمين فسيعبثون بكم كما عبثوا بزملائكم سوما لأكو موسيقى